من جانبه أشار وزير الخارجية الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن هناك توافقا بين القاهرة وروما بشأن التعامل مع التحديات المشتركة كما أكد أن مصر دولة مهمة من أجل التوصل لحلول للأزمات منها الأزمة الليبية وأزمة المهاجرين علينا أن نعمل معا من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة وخاصة في منطقة البحر المتوسط وبدأ بظاهرة الهجرة إلى إيطاليا لابد من أن نجد حلا للقضية الليبية وهناك حتى اليوم نرى أن هناك توتر كبير ونتمنى أن نحصل على أن نتوصل إلى اتفاقية بين الأطراف حتى تتم الانتخابات البرلمانية